موسيقى 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 اليوم طبعا جدا جميلة جدا يعني ما توقعنا يشوفي اليوم الامكانيات الموجودة الامكانيات الخدمية اللوجستية المقدمة من محافظة البصرة وحكومة البصرة لكل ضيوفها كيف شفتوا الخدمات شفتوا انسيابية الطرق انسيابية الحركة عند بعض القادمين المحافظة من محافظات العراق وحتى خارج العراق والله اليوم يعني الطرق والمناطق افترنا بيها اكثر المناطق كلها تقريبا راقية ونشكر محافظة البصرة على السرعة استجابة للخدمات والشوارع والتنظيم وجمالية المدينة الملعب حبيبي استعمال حبيبكم السلام الله يحفظك والله الاجواء هي اجواء حلوة بس عندنا شي واحد بس اليوم كنت من الملعب طبعا كنت الساعة 12 ونوز تقريبا رحت بس اكو شي انا دواضح للجمهور يعني لما عنده بطاقة ليش يروح مثلا جاي تزعج الاخر جاي تخربط التنظيم يعني ما يصير انت جاي تخرق ويعني شي سووا اليوم تنسوا انا موجود يعني الامن الملعب خطيئة الناس لازمين البوب سووا هوسة وبحيط ضايقة والعوائل وحالات وكسروا والباب تقريبا ودخلوا وكثرهم يدوموا طايق يعني احنا للوم عادنا درجال وللوم الاتحاد وللوم الدولة احنا الشعب احنا نفسنا احنا الثقفة رواحنا انا ما عنده بطاقة قاعد يبعد يشوفوا اللعبة انا ليش يخرب على الاخر يعني انا مثلا مو كرسي مو الباب مالت ليش اروح قاعد يبغير كرسي او كذا اكو ثقافة عد المشجع العراقي ليش نذبع الدولة دامن الدولة الدولة او عدنان درجال او الاتحاد او امن الملاعب عم امن الملاعب ترى اليوم ما غسروا الناس يعني وافتتاح وحنا نشكر عدنان درجال طبعا ومحافظ البصرة يعني سووا افتتاح يليقبس من العراق بس انت من تجي بدون بطاقة جاي يسوي مشاكل يعني انت المبرض لا تجي انت هاي هو هاي المشاكل تراجعي يصير والله العظيم يعني اليوم يعني سبعة قاعدين لما بدون بطاقة انت لش جاي بدون بطاقة سبعة بدون بطاقة والله يمي قاعدين وخطيئة عالة قاسين بطاقة وقسواق سودا هم يخي نقول نحنا يعني وقالية وقفوا ورجعوا زي راني قلت ليش يتم تقوم يقل لي التشني واني لازم احضر اللعبة قلت لي ما يستحضر اللعبة انت ما يصير هي المسؤولية اولا مشتركة عدد جميع جميع اولا اليوم الكثير من الشباب يمكن تحدث الاخ بدخول الجمهور كانت هناك عرقلة بدخول الجماهير او تأخير بدخولهم الى ارضية الملعب قد تكون اجراءات تنظيمية لكن نتمنى انه ما يتكرر هذه الامور وما تتكرر هذه اشكال في المباراة القادمة والمباريات الاخرى المستمرة بهذه البطولة نتمنى انه يكون اكواعي عند المشجع العراقي انه اليوم بامكانهم مشرط انه يشاهد المباراة من ارضية الملعب شاشات الموجودة بكل ملاطق المحافظة والملاعب اللي انفتحت لاستقبال الجماهير اللي ما قدرت تدخل الى ارضية الملعب هذا رح ينقل صورة ايجابية عن ثقافة المشجع العراقي اولا وبالتالي اليوم الكثير من الصحفيين والاعلاميين العرب والعراقيين للأسف كانت قلهم يعني مناشدات من بوابة الملعب الى الجهات المعنية بالاتحاد والى وزارة الشباب الرياضة من اجل تسهيل عملية دخول الاعلاميين والصحفيين العرب كونهم رح ينقلون صورة ايجابية لكن رغم هذا نتمنى ايضا من الجهات المعنية معالجة هذا الموضوع بالمباريات الاخرى شكرا لك شكرا لك حين حبيبي حلام عليك اهلا وسلم حبيبي الله يخليك ويحفظي شون الوضع والله العوضع ممتاز جدا ممتاز وين احنا جاي من بغداد كنا انا والشباب الطيبة وجينا الحمد لله والشكر الله يخليك كون شفت المباراة والله كأداء كافتتاح افتتاح عظيم عالمي يعني ينافس ينافس حتى افتتاح كأس العالم بقطر الحمد لله رفعوا راسنا بس شفت أداء المنتخب صراحة كان أداء شوية ضعيف ما كان بالطموح احنا نريد أداء المنتخب بيصعد نسق تصاعدي يكون أحسن من المستقبل يعني يكون أداءهم بقوة تحضيرات البصرة لهذه البطولة ان شاء الله وان شاء الله يعني راح نكون فرحانين كنا وبهذه الأجواء الحلوة السيابية اليوم دخول الجماهير للملعب البعض عانى من موضوع الدخول والبطاقات وغيرها شون شفتوا سلاسة الموضوع بدخولكم للملعب الصراحة السبب سبب المعاناة كانت أكو ناس ما عدها بطاق واكفة على البوابات زاحمة اللي عدهم بطاق يعني هي اللي بس بإنما كتنظيم بوابات كل شي هوية كانت تنظيم كل شي عالي يعني صراحة تعجبنا بي بس صارت تزاحم عند البوابات اللي بالبداية لأنه كناس ما عدها بطاق بس كإنسيابية كل شي حلوية توزيع أكثر من ممر للدخول أكثر من فئل فئل الخضراء فئل حمراء يعني كل واحد إلهم ممرهم فبالتالي ما كان صارت أكوز دحام العوائل بخلي لهم بوابات أكثر من بوابات للعوائل على ما يدخلون من السيابية والحمد لله إن شاء الله وبالتالي هو نجاح البطولة نجاح للجميع هذه مسؤولية مشتركة مسؤولية المشجع العراقي مسؤولية كل الرياضيين الموجودين من شباب وحتى الجهات الموجودة والمشرفة على هذه البطولة نحنا نجاح البطولة نجاح للعراق بالرقم واحد إحنا خليجنا بصراوي خليجنا عراقي هذا نفتاح يعني العالم كله دا يشوف العالم كله دا يشوف البصر جدا تسوي إعلام الخليج يعني إعلام مو سهل فإحنا لازم نعكس صورة إحنا صارنا هواية ملاعبين بلدنا فلازم نعكس صورة وإحنا نعكس هاي الصورة إحنا إن شاء الله تحياتي لكم حبائب السلام عليكم عليكم السلام حبيبي شونك شخبارك الله يحضك من وين حقيقي أنا مديالة الله محقيقي الله يسلم هل نشف تجواء البصرة طبعا حقيقة أنا زرت البصرة قبل سنة لكن هس كل شيء مختلف ما شاء الله كل شيء حلو إذا شوف العالم عاش بجو هذا العرس الخليجي حقيقة كلش فرحاني نحنا يمكن محافظات العراق كلها فرحانة بقدمه فرحانة البصرة إضافة إلى ذلك اليوم الافتتاح كان فعلا يرفع الراس يعني حقيقة كان يرفع الراس جدا وكلش فرحنة رغم تعرف الصير بعض هاي الخربطات اللي هي لا شيء بالنسبة هو بكل حفل ضخم لازم يكون أكون أخطاء لكن نسميها نوع من عدم الترتيب في بعض الأحيان بسبب زخم الجمهور الكبير اللي كان وتعرف الجماهير العراقية متعطشة لي هاي هكذا وبطولات فعلا يعني رغم أنه الملعب يتسع 65 ألف لكن كانوا موجودين خارج الملعب أكثر من 100 ألف هذا الشيء يرفع الراس احنا شعب العراق شعب محب محب للرياضة حقيقة فإضافة لذلك احنا نشكر يعني أنا هذا الجهد اللي صار يعني أخليه يعني العاتق درجال حقيقة لو لا درجال لما وصلنا إلى هذه المرحلة فشكرا جزيلا درجال من قناة سامر رايلك شكرا جزيلا درجال أنت صاحب الفضل الأول والأخير اليوم الأجواء بمحافظة البصرة أجواء جميلة العوائل البصرية العوائل العراقية من كل محافظات متواجدة بهذا المكان بالذات بأوقات متأخرة من الليل رغم قساوة بعض الأحيان الأجواء وبرودة الجو لكن هذا ما يمنحهم أنه يستقبلون الضيوف ويستقبلون الخليجيين ويستقبلون ضيوفنا ضيوف البطولة العراق بعد 20 سنة من الحروب وهذه الظروف اللي صارت اليوم جينا حتى نثبت للعالم العربي أو للعالم الخليجي أنه العراق تغير أنه اليوم نحن بأحسن حالاتنا فكل اليوم إيد على إيد سواء ابن ديالة وبغدادة والبصرة والسماوة والناصرية كلنا إيد بإيد حتى النجح هذا الاحتفال البطولة هي صح بطولة بصراوية لكن تعني كل العراق نجاح بطولة الخليج نجاح للبصرة ونجاح لديالة ونجاح للعراق كلها فإحنا نريد نرفع اسم العراق عاليا نحن نستاهل نرجع إلى محفل البطولات نستحق أن ننظم أكثر من بطولة إن شاء الله على المستقبل القادم ننظم أكثر من بطولة وإحنا قاتل إن شاء الله شفت المطاعم بالبصرة أعطي هذا أكله شنو لفتت انتباعك حقيقة اليوم جربنا المندي وجماعة جربوا السمت شوان السمت بالبصرة شوان الأكل بالبصرة البصرة يعني معروفين بالسمت جربنا السمت وأني حقيقة جربت المندي ما أكل السمت أي نعم أنت البالحة ما أكل السمت فلا البصرة يعني قلت لك أنا زرتها قبل سنة فيعني أنه مجرب جرب أكل البصرة لا حقيقة شيء يرفع الرأس عياكم الله ونورت بديرتكم وإن شاء الله أكيد هي هاي مو آخر زيارة البصرة إن كانت ببطولة أو غير بطولة هي مفتوحة لكل أبناء المحافظات العراقية من الشمالي للجنوب أنا معروف إذا حضرتك من البصرة لكن أنتو ضايفين طعام كلش حل البطولة أنتو ترحيبكم يعني أنا يصالي ثلاثة يام هنوني أنا معروف شا قل لك ثلاثين واحد شل بي اللي تبات معروفهم يجي شن الدور فندق شن الدور كذا فأنتو أهل كرم وحالكم حال عراقيين شكرا شكرا الله يحفوظك سلام عليكم شكرا يا حبيب شكرا يا حبيب الله يسلم موصل حياءك الله حيو الدوم شكرا الموصل والله بخير تسرعين أحبابها الله يعني شفت أجواء البصرة استقبال أهالي البصرة للكم كمشجعين كجمهور كأخوة أخوة البلد الواحد والله هو الشغف السفر 16 ساعة فأكيد هو عنوان واحد ويعني 16 ساعة 6 دقائق عبارة كانت لنا هاليوم إحنا جينا بعرس بصراوي زفتة كان من الموصل هاليوم البصرة أحيت المجد الحضارة مجد التاريخ مجد العلم هاليوم البصرة اليوم بصرة أصبحت ترنت العالم بصرة العالمية أصبحت هاليوم البصرة نافست افتتاحية كاس العالم هاليوم الخليج رجع واحد كاس العالم رجع العرب والبصرة رجعت الخليج كلته كاس الخليج إن شاء الله هاي تكون افتتاحية للعراق بأوسع أبوابه لاستطافة بطولات ما أهمنا البطولة ما أهمنا هو نجاح البطولة هاليوم البصرة هاليوم البصرة أصبحت أيقونة أيقونة للحضارة أيقونة للعلم أيقونة للإحتفال للتنظيم هاليوم انبهرنا هاليوم بالملعب والاستتاحية الناس هو سدموع تزف بعيونهم هاليوم هذا الحفل هاليوم أحب اليوم أحب أضيف مقطع صغير ألفنا بالسيارة من جينا وصل على ترند الموصل من نبعد مدينة من نبعد مدينة من الموصل إيجينا والكاس إن شاء الله إن شاء الله بيدينا من نبعد مدينة الموصل إيجينا الكاس إن شاء الله إن شاء الله بيدينا يا حبيب يا حبيب جيرتكم وأهلكم وإن شاء الله الفوس عراقي والكاس عراقي ونفرح بهذه اللمة وأكيد ضحكتكم وابتسامتكم وفرحتكم بهذا الحفل هو جداً مهم وجودنا بهذا التوقيت من خارج محافظة من أقصى الشمال خير الدليل أني أنت السعادة اللي بقلبنا فهي هايا هي هايا الساعة الساعة عبر الساعة وحدة خبرت أهلي أنا عساس أرجع يعني باشر خبرت أهلي لأقولكم غير البناء أنا بعصر المصراوي ماكو فرق نورت وأتمنى لك أنه الموفقية وأنه تقضي وقت حلو بالبصرة وإن شاء الله نشوفك برة ثانية شكراً يا حبيب إن شاء الله السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم مردان لا والله اي والله شوال الجواء خبر بصرة هاي الجميلة اللي تحتضن كل الأشقاء العرب ومجميع المحافظة سهلة يكفون اي والله وين من بصرة بالبصرة هاي هون الأجواء كانت بالافتتاحية سبع شوية التمور الذي 메이크업 ماكوه على دلأوق وقفة كلش شوية شعر يلا شوية حدلوا شعري murderer شعري شعر. شعر. ما عدي. ضيوف البصرة يستهون؟ على رأسي. شعر ربيهم والله على رأسي بس ما عدي شعر. لا والله. خصوانك عادي. شواء صحة إخباركم. الله يخليك. الله حق. الحمد الله. منكر كوك. الله يخليك. عامد الله. شوان جواه هنا بالبصرة؟ كلش خرافية. أول مرة جايين. بس إن شاء الله راح أنكرر للجايات إن شاء الله. كل شي حلوة كانت صراحة اليوم افتخرنا صراحة بالاجواء اللي صارت بالافتتاحية مع القليج 25 وطبعا نشكر اول شي اهل بصرة على حسن الاستضافة اللي قدموها واعربوها النا وممنونين منعدهم صراحة طبعا ديرتكم دورتم الله يخليكم تشكر ممنون منعدكم الله يخالي لكم شوالك الله يخليك اخبار شوالك شوالك والله زيني الحمد لله شوالك شفت البصرة بصرة ديرتنا شوالك شفت اجواء المباراة خبل بس اعتبي على المنتخب والله شوالك ادام ضعيف ضعيف جدا ما توقعنا هاي الاداء اللي قدموها صراحة شوالك المستوى بغض النظر عن كم لاعب يعني لعبو اما البقية مع الاسف يعني ادام كلش ضعيف ما توقعنا احنا جينا قطعنا مسافات 12-13 ساعة على مدن نشوف اللعبة والافتتاحية الافتتاحية كانت فتشي اداء كلش حلو ادام المنتخب يتطور بالمباراة القادمة اتمنى على المباراة الجاية احنا اتفقنا قلنا ان شاء الله العراق اذا صعدت للنهاية نجي مرت الثاني للبصرة احنا هاي الاول مرة جينا ونشكر قناتكم وجهودكم ونشكر البصرة كلها لحسن الضيافة وان شاء الله مو غربة وتنوروها بأي وقت اشكرك تسلم حقا بس اشكر صديق السلام عليك السلام رحمة الله واخر الله سلام تنور موجودك وجود أهلي البصرة نشامة اللي ما قصرهم بضيافتنا وبضيافة باقي المحافظات وكرمهم فوق فوق المحافظات كليتين يعني خجلة من الناس يعني ان نوب انت قاعد بالمنصة يسيرك انت من ميان منقلة مثلا الانبار وباقي المحافظات نوب يجلب بيك يحرجك ويا الناس البقية اللي تروح ويا فالله شاهد يعني من دا شوف هذا الشي يعني المعنويات التصعد عندي واللي يعني هي جمودية أظل بس أدفع من وين؟ من الانبار حيا الله الانبار وهل هي على رأس شون شفت اليوم التعاون الموجود بين الجهات الأمنية للجهات التنظيمية الخاصة بالبطولة كل شراء كل شراء الوكالات الأمنية الجهزة الأمنية كليتها الكابتن عدنان درجال تنظيمة كلش حلو استقبال كلش حلو التحية كلش حلوة وشيراء شي سمعنا الشي قاله وحضر شي ماكوان لا يا بسراوي شعر ما شايدين هاي الأجواء الجميلة اللي احنا دائما نشوفها بمحافظة البصرة الابتسامة الجميلة والضحكة الحلوة الموجودة هذه تعطي طاقة إيجابية طبعاً أمس عليكم بالخير وأنا من محبين غناتسامة مراحبة جداً على راسي أنا من الأهواز وإحنا شعب العربي الأهوازي مشجعين منتخب الأراقي وجميع منتخبات حتى من شجع منتخب الأراقي ضد منتخب الأيراني وأذا منتخب يوم اللي يفوز منتخب الأيراني منتخب الأراقي على منتخب إيران احتفالات في كل مدن الأهواز للصباح أول شي احنا داعمين لكل الفرق المشاركة بهذه البطولة ونتمنى لهم كل التوفيق وإن شاء الله أنه تستمتعون بأجواء البصرة الجميلة ونحكي الصورة إيجابية أهلا وسهلا بكم في محاوظة البصرة العزيزة بسم العراق الرحب فيه أخوان الخليجيين ومنزاخو للفاو الأجواء كلش حلوة وجميلة رغم السلبيات البسيطة نقول ما نقدر نذكرها وعين غطة وعين فراش وهذه البصرة ترحب بكم أهلا وسهلا وقناة السامرة طيبة وانتم طيبين أهلا وسهلا الأجواء شون شانت بالبصرة خلال الأيام الماضية على مدار البطولة يعني نحنا نقدر نقول يعني الشي حلوة عرس عرس خليجي عرس عربي أجواء كلش حلوة وجميلة وشاهدتوا هذا أمام عيوكم وأجواء كلش حلوة طبيعية وأهلا وسهلا بكم وعين غطة وعين فراش والبصرة يا بعد شكرا لك شاهديني يعني هذه الأجواء الجميلة اللي احنا دائما نوثقها لكم بالصوت والصورة من هذا المكان بالذات وحتى من كل مكان موجود بمحافظة البصرة من الملاعب من محيط الملاعب بالأسواق بالأماكن العامة كبار رجال لساء شيوك كلهم اليوم يرحبون بضيوف البصرة ويرحبون بخطارها من العرب ومن كل المحافظات هذه رسالة احنا اليوم نوصلها من خلال قناة سامراء الفضائية إلى كل من يشاهدنا أنه البصرة بصرة أمان وبصرة خير ومحبة وإحنا فاتحين كل بيبالنا لاستقبال ضيوفنا مشاهدين مستمرين وياكم بهذه الحلقة الجميلة من برنامج أصداء الخليج ابقوا معنا برنامج أصداء الخليج بس ما شاء الله يعني العمار اللي بيها والترتيب اللي بيها والساك يعني التنظيم الحفل بالافتتاح ما شاء الله حيوم نرتب وبعد هذه البصرة ما شاء الله معدلين بعد ما يخلونوا أحد بعد معدلين يعني شفنا ما شبنا ماشي بنكرمهم ما شاء الله ربي يحفظهم جميع ويدم عليهم الأمن والأمان الكل شكرا لك مشاهدينا مستمرين وياكم بهذه الحلقة الجميلة اللي صراحة هي تعطي طاقة إيجابية شفنا الكبار والصغار يرقصون ويعبرون عن حبهم لكل الضيوف الموجودين بمحافظة البصرة كورنيش البصرة أكيد من الأماكن اللي يجمع بيها كل ضيوف البصرة من كل المحافظات العراقية وحتى من دول الخليج اليوم الإمكانيات اللي قدمتها محافظة البصرة خلال الأيام الماضية على مدار أيام البطولة هذا جدا شيء يعطي طاقة إيجابية ويعطي نوع من الرسائل القمئنال لكل دول الخليج اللي شاركت بهذه البطولة ولكل الدول اليوم اللي عندها إمكانيات جدا مهمة مثل ما نشوف اليوم أجواء الشباب اللي محتفلين بكورنيش البصرة بأوقات متأخرة من الليل واستقبال أكيد العوائل العراقية والعوائل البصرية وحتى دول الخليج السلام عليكم السلام عليكم شوانك حياك الله حبيب وإنه لا تركصون بس خلال نشارك وياكم اليوم اليوم عرس كراوي والخليج كله هنا والحمد لله وشكر قدرنا نقدم في شيء بسيط للشعب العراقي وهذه فرحة ما تنوصف احنا اليوم من جميع المحافظات اجياني نازر أخواتنا أهل البصرة والحمد لله وشكر كفوا وفوا وهذه عرس كراوي ما في الماقلنا وشكرا لك يا رجال أنا من الناصرية شكرا لك يا درجال وشكرا لأسعد العيداني وشكر موصود لجميع اللي آجروا هنا من جميع المحافظات وحياكم الله بأهلكم وناسكم هنا بالبصرة جميع الخليج شفتر افتتاع والله افتتاع هي عجز الوصف عنه اليوم افتتاع عالمي افتتاع مبهور الحمد لله وشكر قدرنا نوصل صورة عن حضارتنا وعن تاريخنا وعن فقافتنا وهذا شيء نحس بني فالكل يعرف أنه اليوم العراق العراق اسم اسم كبير والحمد لله وشكر قدرنا نوصل صورتنا ورسالتنا لجميع العالم حضارت المباراة؟ والله للاسف ما حضارنا لكن اللي حضاره وكفه وفه أنا ستتعبون من الرقص شكرا لك سلام عليكم سلام عليكم شوانا أهلا وسهلا سلامك والله الحمد لله والله البصرة تزهب أهلها وناسها وتمتعنا احنا جاينا من محافظة لمبار والله العظيم ويعني ما توقعنا هيش أجواء وهيش اهتمام وناس طيبة وناس أهل كرم وضيافة وحقيقة يعني والله ما بمدن نرجع بس يش سوى بعد لازم نروح شفت أجوال الفتتاح اللي كانت؟ الفتتاح ما توقعناها هي الصراحة الفتتاح على مستوى عالي والجماهير تمتعت وحتى الخليج أخواننا هنا التقينا بيهم قالوا يعني شي مو طبيعي ما توقعنا هي صراحة أيو والله الفتتاح يعني على مستوى عالي شو عورك اليوم ونت بتواجد بالبصرة وحضرت الاحتفال؟ البصرة لمت كل الأطياف العراقية بكل أنحاها بكل محافظاتها كان عرس كروي كبير ومو غريبة على أهل البصرة البصرة ناس طيبة وناس إلها تاريخ أو إلها اسمها بين المجتمعات العراقية وإن شاء الله الأمن والأمان لجميع محافظاتنا إن شاء الله اليوم فرحتنا ما تنصف فيق بالله العظيم اليوم رسالة للعالم كله اللي هسي كل الدول ما أخذها على العراق صورة سلبية لا إحنا صورة إيجابية وقدر صوت ني يوصل لآخر العالم وجودكم حتى كاس العالم مو بس كاس الخليج لا والله العظيم نقدر نفتدح كاس العالم وجميع البطورات الرسمية خلينا بالبصرة وبأي محافظة وبالعراق نقدر نفتتاح إحنا اليوم قدي وأهله والحمد لله شكر الشباب ما قصروا والصبح اليوم هاي الفرحة نستمر حياكم الله أهلا وسهلا السلام عليكم شوال الصحة شونت على كلها شوال البصرة الحمد لله أنا فرحانين في هذا الصرحة الكبير إن شاء الله ما بواتي شوال الجواء والله جواء كلش طيبة وحلوة الحمد لله شكر شفت المباراة الافتتاحية حفل الافتتاح يعني روعة روعة صدق روعة الافتتاح شاركت أي شاركت شفت إنسيابية الدخول الجماهير بتي بزيون شي بس داخل الملعب أجواء يعني شي تخبر إحنا هاي طفل لضافة دخلنا أي الله يحفظ على كل الله حبيبي نورت البصرة شكرا أنتو أنتو منيال قناة قناة سابران أنتو نورت البصرة وعلى راسنا شاهدين هذه الأجواء الجميلة اللي شفناها كبار والصغار والأطفال هذه النقطة الإيجابية اللي احنا نركز عليها هو إيصال الصوت الجميل والصورة الحقيقية لكل جمهورنا في محافظة البصرة وفي كل المحافظات العراقية هذه النقطة بالذات اليوم احنا نريد نحافظ على لحمة العراق من كل المحافظات العراقية واحنا اليوم الإمكانية الموجودة عد وزارة الشباب الرياضة واللي شفناها من خلال الافتتاح اللي صار بالمباراة الافتتاحية وحفل الافتتاح المبهر صراحة واللي خلى الجميع يشيد بالإمكانيات اللي قدمتها وزارة الشباب والرياضة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حياك الله حزيز الله يسلمك خير من العمار حيا الله أصلك من الباك شفت الجواء البصرة والله جواء حلوة وراقية وجميلة واللي شوفوا الناس كلها فرحانة وطالة ومبتسمة الناس وحيا الله للخليج وحيا الله من جانة ونسلم كل الضيوف هياك الله قلوة شفت حفل الافتتاح المباراة شون كانت الأجواء مشاعرك بهذا الحفل الكبير اللي صار حفل الافتتاح كلش حلو مراقي طبعا هذا يعلي شان للمنتخب العراقي بس الصراحة ما عجبنا اليوم أداء المنتخب العراقي لا إن شاء الله يطور أداء المنتخب بغض النظر عن المشاركات اللي كان إلى المنتخب العراقي لكن يوم حفل الافتتاح كان هذا يعطي رسائل إيجابية أنه العراق قادر على استضافة البطولات وقادر على أنه يطور نفسه رياضيا وأداء المنتخب إن شاء الله يطور بالمباراة القادمة إن شاء الله يطور أكثر وكثر وإن شاء الله حفل الافتتاح جيد جدا وإن شاء الله نقدر نستوضي بكاس العالم مو بس كاس الخليج بجهودكم بجهود أهل البصرة وبجهود أستاذ أسعد العيداني وبجهود وإحد بالبصرة والله بكل المكانات كل المكانات حلوة نحن مكان بالبصرة شفته كورنيش شط العرب حلو مكان أعطي أذ أكلة والله كل أكلات البصرة حلوة ناسها كلها حلوية ولله لكن اليوم نكت الأكلة البصرية موجودة وكل الناس اليوم تتذوق الأكل البصري والطعم والنك لكن البعض أذواق تختلف شنو أكثر أكلة عبيتها والله اليوم نحن ضغدين هنا ببصرة سمش مزقوف أي مزقوف ما لم مضبوط حلو شكرا للك نورت البصرة منعلك كل التوفيق يا بعد قلب حياك الله عزيزي شوان؟ آخر دلتقي قد تم خطارنا من الأعمارة حبيبي حيا الله أصلا الله يحفظك شوال الأعمارة؟ والله بخير شوال الأجواء؟ الأجواء بعدها بتشوف ما لها وصف بتشوف الأجواء بتحفل الافتتاح أهل الافتتاح والله ما شنا يعني متواقعين إلى هذا الجمال عالم عالم يعني يعني كلش كلش تفاجعنا بالانفتاح شكرا للك حبيبي بالخدمة شاهدين الأمور الإيجابية والنقاط الإيجابية اللي شاهدناها بحفل الافتتاح أنه ثقافة المشجع العراقي نتمنى تكون أعلى اليوم البعض يشيد بدور الوزارة بدور الاتحاد العراقي لكرة القدم رغم الجهود المبذولة على مدار سنوات لكن اليوم الإمكانيات جدا كبيرة اللي بذلت بهذا الحفل واللي نقل صورة إيجابية عن العراق والعراقيين بشكل كبير حياكم والله شون الصحة شوني باشي شونك الحمد لله من وين أكيد أربية دهوك سليمونية دهوك عيلا دهوك شكرا حبيبي شون شفت البصرة والله حلوة أجواها البصرة أنا ما أعرف عربي الزين شون شفت أجواها والله كل شي يعني حلو حلو الناس طيبين الحمد لله ما توقنا هي شي البصرة هي شي شفنا البلش يسمى هاي السوشيال ميديا يقولون على أساس ما بي إيمانة كل شي كذا شذب حلو كلش حلو شون شفت حفلة الافتتاح المباراة ما شفت هاي الحفلة حتى بالتلفزيونات ما شفتها أنا قلت لها أنا ما أعرف عربي والله ما أعرف شفت أجواها البصرة شفت أجواها البصرة والله كل شي حلوة كلش حلو كيف قدل الوقت طولتو بجي والله 12 ساعة بالسيارة يجي ما كنت وصلت البصرة بس قبل يومين يوصل البصرة شون المناطق الموجودة البصرة الخدمات أهل البصرة شون والله يعني أنا بدوك ما توقع أهل البصرة والشعب بصرة والأجواء البصرة والنظافة البصرة أبداً ما أتوقع يعني بها الشكل يعني يعني ما يوصف ما يوصف شكراً للك نورتم أشكرك شاهدين اليوم الأجواء الجميلة يعني شفنا من كل أطياف الشعب العراقي من كل المحافظات العراقية من كل النقاط الإيجابية اللي شفناها اليوم على مدار الأيام اللي كانت قبل البطولة وحتى اليوم الأول للبطولة السلام عليك أخبر من كرم أهل البصرة من أين؟ أنا من بابل خير من الأهل ششفت الحفيظين؟ والله يا عمي شي راق rough والله العظيم واتوقع نهال نجواء والشكر العمل وções شركت في المباراة؟ والله لاحقنا صورنا الساعة بال7 وللاحقنا إن شاء الله شون الأجواء اللي شفيتها بالبصرة أكثر منطقة حبيتها أكثر أكلة حبيتها بالبصرة والله العظيم يعني أهس يعني إحنا هنا كنا بواجه الصراحة أيو والله فاسدقة طيبة والحمد لله وشكايا الجواء كلش حلوة نوري عليكم السلام هنا ويهذا الشخص عنوار شارك 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 من وين من ناصري والله أجواء تخبط شفت استقبال البصرة ضيوف البصرة أهل كرم وضيف وأجواءها كلش حلوة شو كنت وصلت وصلت أمس حقيت أكيد عن مباراة طبعا شو شفت أجواء المباراة الحفل شون كان مباراة جدا جيدة وحلوة واحتفال جيد حلو أكيد بمشاركتكم ووجودكم هذا الشي يعطي طابع إيجابي وشي جميل شيء أكيد حبيبي الغالي حبيبي حياك الله شونك شون صح الله أنا بصراوي أخوي الله يحوظ لك شوال الأجواء والله أجواء هي حلوة بس إحنا نشكو من التنظيم بس إحنا تشتري لك بطاقة والطبي هي يعني أنا لح تشوي أكما أخذ لك بطاقة سعرها 15 ألف أقعد بم الخمسة واربعين تقبله أنا ما أقبل على نفسي صح له لا قاعد يا أخي ماكو تنظيم يعني انصدمنا ببطولة شنا متوقعين وين فوق يعني فوق الخيال يعني بتنظيم شسم الأجواء حلوة كانت الاحتفاليات حلوة بس تنظيم دخول شسمه كل شما مقبول هو بكل البطولات العالمية وحتى العربية يعني اليوم بمحفل كبير بجمهور مثل جمهور المنتخب العراق اللي يشارك اليوم بحفل الافتتاح لا بد أنه تكون هناك هفوات يمكن أن تعالج بالأيام المقبلة لكن هذا ما يمنع الجمهور اليوم اللي وصلوا من الملعب 65 ألف وتفرج أما عدل اللي كان موجود بساحات الملعب وشاشات المشاهدة هذا يعطي طابع إيجابي أنه اليوم الشعب يحب ومتطلع لتطوير الرياضة بالعراق وهذا أكيد بجهود الشباب الخيرين الشي أكيد يعني احنا أما نقول لك لا أنا ما نظلموا هاي بس يا أخي من يجيك خطيئة مشتروا بطاقة والما مشتروا بطاقة قاعد أوكي يعني أنا أنا شخصيا ضجت على خمسة خليجيين يتوسل بالضابط يطببوا يعني خمسة خليجيين ليش هذا جاي قاضع دولة لأنه المفروض يطبقى بلها كلها أوكي أنت ما تطببوا هذا مو تنظيم هذا مو صحيح إن شاء الله تعالج هذه الأمور إحنا إن شاء الله نطمح بالسعودية بس أعتقد ما راح يصير هم كذلك إن شاء الله كأمل إنه التطوير إن شاء الله وإحنا أخويا بعدها إخوان ناصرية وبغداد وكربلة وإحنا عزيب الحمد لله صحيح شون الأمور لحوان الله يحفظك عزيزي شوفت الأجواء والله الحمد لله كل شي طيبة مصرة شلون هي هل هي طيبة هي كرام مصرة طيبة بأهلها الله يحفظكم إن شاء الله وإفقكم شوفت الأجواء المباراة حفل الافتتاح هذا اللي بهر الكثير من الحاضرين على المستوى العربي وحتى على المستوى المحلي والله الافتتاح كان يعني فيه شي جدا ناجح ويعني بصورة بهية افتتاح راقي يعني كان على مستوى بس التنظيم كان بي يعني فتسوء استخدام يعني بالنسبة للي ماخذين بطايق اللي ما ماخذين بطايق فهذا صارت عرقل يعني كعالا جاي من الخارج ولا جاي من مكان حاجز مقعد يدخل الملعب مراحل يلقى يلقى شخص غير داخل مكانه وداخل بدون بطاقة أصلا فكان هذا يعني الخليل الوحيد اللي موجود بطايق اللي هي أول مباراة وهذا الضغط اللي كان وتسليط الأضواء على حفل الافتتاح هذا كله كان سبب ذروة الجمهور بهذا اليوم لكن إن شاء الله احنا نطمح من الاتحاد أنه يعالج الموضوع بالأيام المقبلة والمباريات المقبلة لكن تقييمك لأداء المنتخب اليوم بمباراة أمام عمان يعني هذا وسط حقيقة جون اللي ينقص المنتخب اليوم حتى يحقق الفوز برأيك والله اللي ينقص المنتخب يعني بس ينتبهون على نفسهم أكثر من اللازم المفروض لأن لازم يكونك في الشعور متبادل باللعب أو ببيناتهم يكون في التمريرات صحيحة فماكو هذا الشيء مفتقرين بالساحة يعني ما جاي أدو إن شاء الله تتطور الأمور وإن شاء الله يحقق الفوز بالمباراة القادمة وإن شاء الله نوصل للنهاية بحي ل الله الله يحفظك بسم الله الرحمن الرحيم شون قلبي شون الصحة طبعا إحنا أولا بالبداية نشكر أهل البصرة على الشيء الرائع المسويني طبعا إني اتفاجأنا يعني بالشغول والشوارع الحلوة المسويني هم طبعا والترتيب كلش حلو خاصة الملعب الافتتاحية كلش حلوة كانت والعزوبية العتمم كلش حلوة طبعا والله العظيم فالشيء يعني رائع كلش أي والله شفت حفلة الافتتاح المباراة والله كلش حلو يعني في الشيء حلو يعني بصراحة ما جنت متوقعة يعني هذه الدرجة راح أبقى للبصرة الحل ما تخلص البطولة والله العظيم هذه الأجواء ما تنمل خاصة اليوم الشغف العراقي لكرة القدم للمنتخب الوطني هذا يعطي طابع ويعطي نوع من الدفع الإيجابي أنه اليوم بإمكاننا نحقق أو نوصل إلى تحقيق اللقب بالعمل المثابر وأكيد بتشجيع الجمهور ومساندتهم للمنتخب إن شاء الله طبعا هي أول لعبة يعني مو فشي حاسم يعني الجزء اليوم أداهم ويع أمان فشي يعني نكون نفس المستوهم أعتقد هو أمان يعني فريق مرتب وكان يعني فشي بالملعب والمنتخب العراقي يعني نفس الشي قوي بس يرادل يحتاج إلى تركيز أفضل يحتاج إلى تركيز ويحتاج يعني أكو أخطاء شوية باللواعي بالنازلين يعني مو كلهم بالمضبوطة إن شاء الله إحنا نحقق المطلوب ونفرح الجماهير العراقية اللي إجت من شمال العراق إلى جنوبه وهو أكيد ديرتهم وأهلهم ويوصلون يحققون فرحة كبيرا إن شاء الله بس إحنا أخذنا البطولة ما أخذنا البطولة إحنا متنظيم البطولة تمام هذا الكرم كرم البصرة اللي خلانا نفوز بحب الناس وحب الجمهور ما عندنا مشكلة حيخسر المنتخب ما خسر عادي إن شاء الله الفوز فوز لا أمشي إحنا نظمنا البطولة وعليكم وعليكم والسلام وعلي حبيبي من وين أنا من البغداد حياك الله حياك الله حبيبي شوال أجواء والله الأجواء ما أتنوصف أجواء حلوة خبل ما متوقع البصرة هاتشي البصرة طلعت حلوة أي والله شنو شوكت وصلت أنا وصلت للبارحة بالدعش بالدعش البارحة أي ومبايت جيتها بشميتين البصرة ما خلوني تعركن علي صديق والله العظيم مشكلة صارت يعني من وراي هذي يريدني ذاكي يريدني مشكلة طيب اليوم الأجواء شون شفتها بالمبارات بحفل الافتتاح دخول الملعب الأجواء هاي الجميلة اللي الكثير من الناس يتمنى أنه يحضر هذه المبارات ويكون موجود بيها بحفل الافتتاح صحيح أنا هاي الأجواء تش أقول أقول عذراً قطر خليج 25 نحلة الواقع هذا يعني ما متفاجئ بحيش تنظيم وهيش أداء حلو يعني بطولة عالمية 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 يعني يعني البطولة ما توقعينها الحمد لله والشكر بنفس الوقت هذه الجهود اللي شفناها والمنظر الجميل اللي شفناها واللوحة الجميلة اللي شفناها بحفل الافتتاح أكيد هذا يحكس ثقافة الجمهور العراقي وأكيد بنفس الوقت هو يعطي نوع من الطمأنينة لكل الجمهور أنه العراق قادر على أنه يحقق البطولة ويستضيف بطولة صحيح هذا شيء واقع العراق ترى بالإعلان ما أخذنا غير صورة بس إحنا من يجي يشوفنا غير صورة العراق أبو كرم أبو غيرة أبو وقفة أبو كل شيء بس أحبه وجه رسالة للمنتخب يراد أنه لاعب داخل الثمنطاعش مثل علاء عباس راس يفكر علاء عباس يعني مهاجم صريح يحسم إيمن حسين إنت إيمن حسين يعني التاقض هذا يعني يونس محمول وجاء ترجع للجنح تك تغير داخل الثمنطاعش الضال ماكو يعني تحسم إذا ما تحسم بالقدم تحسم براسك هي خطط مدرب أكيد هاي الأمور الفنية رح تتعالج بالمباراة القادمة ونتمنى الفوس أكيد صورة لعب يعني جيدة والحمد لله شكرا حبيبي 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 الغالي من وين دوانية حيال الله ديوانية بعد عمره حيالا بيك وصلت البصري وصلنا البارحة والله وعلى المعازيبن هنا ما قصره والولد له البصري هاي زيون هاي زيون تعال تعال حبيبي شوال الأجواء والله الأجواء فتشي راقي وحا عالمية مصرح książ عالمية 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 بزرة نصاعة عالمية بزرة نصاعة عالمية مزرسة عالمية عاشت لديك أولة المدرب ليش ما دخل قوقية بس هي هاي ما اعرف واحنا يا غير حولي متضرية ندخل بس ما نعرف ليش ما دخل هجوم العراق تعبال لو مطابوا بجستين عم يساوي مهدف ما ساحبينه ما ساحبينه ما ساحبينه بس يركل شيني موقعه لا يركل حتى لو ما ساحبينه والله بس أولوها طابي يهدف بس يونس محمول واشفنا نرجع ونحكي بجدية بالنسبة للعبة أولا كلعبة افتتاحية لا المنتخب العماني لا المنتخب العماني يريد يخسرها ولا المنتخب العراقي يريد يخسرها أول شي من زمان احنا من نعب وي عمان يعني بصعوبة بصعوبة انه نطلع التعادل وياهم يعني الدربيات الخليجية هاي معروفة فالمنتخب العماني منتخب صعوب والعراق اليوم أدو بس كانت يعني دقيقة 89 ما نظر غام دقيقة 89 لو طابة انتهت فانه سوء الحظ هذا اللي صاده في العراق وما صارت ان شاء الله اللعبة جاء تعاوض نشاهدين هذه الأجواء الجميلة اللي تنشوفها حالياً صراحةً هذه الابتسامة الجميلة عند الشباب ونشوف هذا الابتسامة للكبار والرجال والنساء السلام عليكم عليكم السلام بردان لا بصرة بس احكيت الاجواء اللي تنشوفها حماسية وتطيطاقة ايجابية شوانه الامور؟ لا الحمد الله كل زين الامور وكل الناس فرحانة ان شاء الله من وين؟ من البصرة حيا الله البصرة الله يحفظك إن شاء الله شوانه الهو ناصحي؟ والله الحمد لله زينين الله يخليه جاي رحبكم الله يخليه شعر وغنية من نحل البصرة للضيء؟ والله ما حافظ بس نقلم هنال مساهلين ماكو شعر؟ لا شلون ماكو شعر؟ ها يلا ها 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 هما هللعبة اليوم؟ ها ها نحن من محافظة الذقار هالله ديها هاي ها ها يعني من المستحيل هاي الوضاع الصير في محافظة البصرة وإن شاء الله بجميع العراق إن شاء الله بعد شنو سؤالك سمعنا شي يعني شنو شنو شعر أغنية قولات شاعدك ويا هلا بظيف يا مية هلا ويا هلا بظيف يا مية هلا ويا هلا بظيف يا مية شاعدين هذه الأجواء الجميلة اللي شفناها حاليا جدا إيجابيا نتمنى كل التوفيق للمنتخبات اللي شاركت بهذه البطولة بالتالي هذه الأمور اللي شفناها الابتسامة لدى الشباب العراقيين وحتى الجمهور كل هالأمور إيجابية شكرا لكل من ساعد بحفل الافتتاح بنجاحها شكرا لكل القائمين على حفل الافتتاح نتمنى التوفيق والنجاح للبطولة شكرا لكادر قناة سامراء الفضائية شكرا خلف الكاميرا علي الحسني اللي تعبتك وياها خلال هذه الفترة شكرا أيمن الخالدي شكرا لكم مشاهدين اللي تابعتونا خلال الوقت المضى انتظروني بحلقة أخرى ببرنامج جزاء الخليج وقلكم إلى اللقاء شكرا لكم اشتركوا في القناة